أكد رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن مؤتمر إيجيبسي 2022 يعقد في لحظة فارقة لمصر وأفريقيا والعالم أجمع فيما يتعلق بملفي الطاقة وتغير المناخ وأشهد رئيس وكالة الطاقة الدولية بما حققته مصر على مدى السنوات الماضية مشيرا إلى أن اختيار مصر للصدافة قمة كوب 27 للمناخ هي مسؤولية كبيرة هي أهل لها وأعرب بيرول عن تطلع هي الانضمام مصر الوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك